أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السانوي التجاري شعبة تأمينات، شعبة إدارة، شعبة تسويق بالمدارس السنوية التجارية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامج في بيتنا مدرسة الحلقة الماضية اتكلمنا عن الفايدة البسيطة وعرفنا أن الفايدة البسيطة هي العائد على المبلغ المستثمر أو المقترد واتفقنا مع بعضنا أن عشان أحسب الفايدة لابد أسأل نفسي المبلغ كام، المعدل كام، المدة كام وناتج ضرب الثلاث عوامل في بعض اللي هو المبلغ والمعدل والمدة بيديني الفايدة البسيطة اتعلمنا المرة اللي فاتت ازاي نحسب الفايدة البسيطة والجملة في حالة المدة بالسنوات وفي حالة المدة بالشهور وفي حالة المدة بالأيام بعدها رحنا اتعلمنا ازاي نحسب اي عامل من العوامل الثلاث اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو المبلغ والمعدل والمدة وتعلمنا ازاي نحسب المبلغ سواء كان بمعلومية الفايدة او بمعلومية الجملة وتعلمنا ازاي نحسب المعدل وتعلمنا ازاي نحسب المد ان شاء الله حلقة اليوم حلقة مميزة جدا حلقة سهلة هتلاقي كل الكلام اللي احنا بنستعرضه مع بعض حضرتك عارفه ويمكن في المرحلة الابتدائية حلقة اليوم عبارة عن شقين الشق الاول هنتكلم عن حساب الزمن وهنعرف يعني ايه حساب زمن وهنتعلم ازاي نحسب المدة بين اي تاريخين الشق التاني من الحلقة هنعرف يعني ايه معدل اسمي معدل اسمي سنوي ويعني ايه معدل جزئي وهنعرف ازاي نحول المعدل الجزئي للمعدل السنوي يبقى الشق الاول من الحلقة اتفقنا مع بعضينا ان هيكون عبارة عن حاجة اسمها حساب الزمن يعني ايه حساب الزمن يا جماعة حساب الزمن هو حساب المدة بين تاريخين ايه التواريخ اللي هتقابلنا في منهج الرياضة المالية هذا العام هنشوف ايه مع بعض ايه هي التواريخ دي والمدة المحصورة بين كل تاريخين منهم اسمها ايه تعالوا نشوف كده مع بعض حساب الزمن يعني حساب المدة بين تاريخين تاريخين زي ايه قد يكون التاريخين دول تاريخ الاداع وتاريخ السحب طبعا لما احسب المدة بين تاريخ الاداع وتاريخ السحب المدة اللي بتطلعلي بسميها مدة الاداع طيب ممكن يكون تاريخين ايه تاني ممكن يكون تاريخ الاقتراض وتاريخ السداد ولما أحسب المدة المدة المحصورة بين تاريخ الاقتراض وتاريخ السداد اسمها مدة القرد ممكن يكون تاريخين ايه تاني ممكن يكون تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق يعني ايه تاريخ التحرير هو التاريخ اللي بحرر فيه الكنبيالة او السند وتاريخ الاستحقاق هو التاريخ اللي ايه الكنبيالة بتستحق الدفع فيه والمدة المحصورة بين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق بقول عليها مدة الورقة يعني مدة الورقة التجارية سواء كانت كمبيالة او سند ايه التاريخين التانين اللي هم ممكن اتعرض لهم اللي هو تاريخ القطع وتاريخ الاستحقاق والمدة المحصورة بين تاريخ القطع وتاريخ الاستحقاق بقول عليها مدة القطع يبقى أبنائي وبناتي الطلبة اتفقنا مع بعضنا يعني إيه حساب زمن؟ يعني حساب المدة بين تاريخين تاريخين زي إيه؟ تاريخ الإيداع وتاريخ السحب بودع مبلغ في البنك وبعد فترة بسحبه لما بحسب المدة من تاريخ الإيداع لتاريخ السحب المدة دي بسميها مدة الإيداع قد يكون التاريخين تاريخ القرد أو الاقتراض وتاريخ السداد باقتلد مبلغ بتاريخ معين وبسدده بتاريخ معين المدة المحصورة بينهم اسمها مدة القرد أو الاقتراض التاريخين اللي بعد كده ممكن يكون تاريخ تحرير ورقة ورقة تجارية زي كنبيالة مثلا وتاريخ تحريرها وتاريخ استحقها والمدة المحصورة بين التاريخين اسمها مدة الورقة التجارية سواء كان مدة كنبيالة أو مدة سند التاريخين الاخرانيين اللي ممكن نتعرض لهم واحنا بندلس منهاجنا اللي هو تاريخ القطع او الخصم وتاريخ الاستحقاق والمدة المحصورة بينهم اسمها مدة القطع او مدة الخصم ان شاء الله دلوقتي هنروح نتعلم ازاي نحسب المدة بين تاريخين في حالة المدة اللي تطلع بالسنوات وهنتعلم ازاي نحسب المدة بالشهور وهنتعلم ازاي نحسب المدة بالسنوات والشهور وهنتعلم ازاي نحسب المدة بالايام هنروح الاول نتعلم ازاي نحسب المدة بالسنوات وامتى احسب او اعرف المدة اللي هتطلع معايا هتطلع بالسنوات مش بالشهور ولا بالايام تعالوا نشوف مثال حساب المدة بالسنوات السؤال اللي معايا بيقول ايه بيقولي احسب المدة من 1-9-2010 وحتى 1-9-2016 انا قدامي تاريخين عايز احسب المدة بينهم بدرس التاريخين يا شباب بشوف التاريخ الاولاني وبشوف التاريخ التاني بشوف اليوم لما اجا بص هنا طبعا التاريخ عندي عبارة عن يوم وشهر وسنة بشوف اليوم هنا زي اليوم هنا اه يبقى الايام متشابهة الشهر هنا زي الشهر هنا يعني شهر 9 وشهر 9 الشهور متشابهة هلاقي هنا 2010 وهنا 2016 يبقى هنا السنوات مختلفة يبقى لما بص عندي ولاقي تاريخين والاختلاف بين التاريخين في رقم السنوات يبقى ايزا المدة اللي هتطلع عندي مدة بالسنوات يبقى امتى يا شباب بعرفت ان المدة هتطلع بالسنوات لما بص على التاريخين ولاقي فيه تشابه في الايام وتشابه في الشهور لكن الاختلاف في السنوات يبقى الاختلاف هو اللي بيحدد لي نوع المدة هنا الاختلاف في السنوات 2010 و2016 عرفت ان انا هحسب المدة بالسنوات طب ازاي بحسب المدة بالسنوات يا شباب بحط التاريخين تحت بعض يعني بحل المسألة بطريقة رأسية بحط التاريخ الاكبر فوق ادي التاريخ الاكبر احنا واحد تسعة وهنا واحد تسعة بس باخد بقى خط 2016 لاني 2016 اكبر من 2010 يبقى حطيت التاريخ الاكبر فوق هحط التاريخ الاصغر تحت وهطرح طرحي ربعة ابتدائي واحد من واحد سفر تسعة من تسعة سفر عشرة من ستاشر ستة يبقى ازا المدة عندي كام المدة عندي ست سنوات ابنائي وبناتي الطلبة كان معايا تاريخين درست كل تاريخ منهم قرنتهم ببعض لقيت الايام متشابهة لقيت الشهور متشابهة لقيت الاختلاف في السنوات عشان كده عرفت ان المدة اللي هتطلع بالسنوات حسبت المدة بطريقة رأسية يعني ايه بطريقة رأسية بحط التاريخ الاكبر فوق التاريخ الاصغر تحت بطرح التاريخين من بعض بيطلع لي المدة عندي والمدة طلعت معايا تمن سنوات طيب عايزين نشوف امتى بحسب المدة بالشهور وبعرف ازاي وازاي بحسبها تعالوا نشوف ايه المثال اللي بعديه معايا السؤال التاني بيقول لي احسب المدة من 1.4.2019 وحتى 1.2.2019 معايا تاريخين هبص في التاريخ الاولاني هلاقي يوم واحد وفي التاريخ التاني يوم واحد هلاقي السنوات في التاريخ الاولاني 2019 وفي التاريخ التاني 2019 ولكن الشهور في التاريخ الاول اربعة وفي التاريخ التاني اتناشر يبا هنا الاختلاف فين يا شباب برافو عليك انا سامع ابن من ابنائنا بيقول لي ان الاختلاف هنا في الشهور يبا ازا المدة اللي هتطلع معايا هتطلع بالشهور هبدأ أحسب المدة بالشهور هحسبها ازاي باخد التاريخ الأكبر فين التاريخ الأكبر احنا قلنا الأيام زي بعضيها 1-1 و19-19 هنا 4 وهنا 12 يبقى فين التاريخ الأكبر يا شباب اللي هو فيه شهر 12 يبقى هاخد التاريخ الأكبر وهكتبه هروح أحط التاريخ الأصغر تحت هطرح الطرح اللي احنا تعلمناه واحد من واحد 0-4-12-8-2019-2019-0 يبقى ايزا المدة اللي معايا 8 ايام ولا 8 شهور ولا 8 سنوات لا 8 شهور لان كان الاختلاف في التاليخين في الشهور وبالتالي الناتج اللي بيطلع بيطلع بالايه بالشهور ابنائي وبناتي يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالسنوات وتعلمنا ازاي نحسب المدة بالشهور واتفقنا على قعدة بشوف الاختلاف فين لو الاختلاف في ارقام السنوات في التاريخين يبقى انا بحل بحس بالمدة بتاعتي بطريقة رأسية التاريخ الاكبر فوق والتاريخ الاصغر تحت وبطرح والناتج اللي بيطلع بتبقى مدة بايه بالسنوات طيب لو انا قرنت التاريخين او دراستهم ولقيت ان الاختلاف في الشهور برضو بحس بالمدة بنفس الطريقة بالطريقة الرأسية بحط التاريخ الاكبر فوق والتاريخ الاصغر تحت وبطرح بتطلع معايا المدة وطبعا عشان الاختلاف في الشهور فبتطلع معايا المدة بالايه بالشهور طيب انا لو قدامي مسألة ولقيت الاختلاف في الشهور والاختلاف في السنوات يعني الشهور والسنوات مختلفين في التاريخين الوضع هيبقى ايه؟ اقولك ان المدة اللي هتطلع معايا هتطلع بالشهور وبالسنوات او بالسنوات والايه والشهور تعالوا نشوف مثال كده مع بعضينا السؤال التالت اللي معايا بيقولي احسب المدة من 1.4.2018 وحتى 1.9.2021 تعالوا كده مع بعض 1.1 يبقى اذا الايام متشابهة انساها خالص هنا 4 هنا 9 يبقى هنا الشهور مختلفة 2018.2021 يبقى الاختلاف ايه يا شباب بروع عليكي انا سامع بنت من بناتنا بتقولي ان الاختلاف في الشهور الاربعة والتسعة مختلفين والاختلاف في السنوات 2018 و2021 مختلفين طب هنحسب ازاي يا مستر المدة بالشهور وبالسنوات هقول لكم بنفس الطريقة مفيش اي جديد هناخد التاريخ الاكبر التاريخ الاكبر عندي انا يهمني رقم السنة سنة 2021 يبقى حط التاريخ الاكبر فوق وبعدين اروح احط التاريخ الاصغر تحت وابدأ اطرح زي ما تعلمنا واحد من واحد سفر اربعة من تسعة خمسة طمانتشر من واحد وعشرين ثلاثة طب الخمسة دي ايه الخمسة دي تحت الشهور يبقى خمس شهور والثلاثة دي تحت السنوات يبقى ايزا التلاثة دي سنوات يبقى ايزا المدة عندي كام يا شباب المدة عندي ثلاث سنوات وخمس شهور طبعا ان شاء الله فيما بعد لما بتقابلني مسألة زي دي ويكون مطلوب مني احسب الفايدة لابد ان انا اخلي المدة دي كلها نوع واحد اخليها نوع واحد ازاي احول السنوات دي لشهور واجمعها عالشهور اللي موجودة وبكده بتكون المدة كلها بالايه بالشهور يبقى دلوقتي مطلوب مني احول التلاث سنوات لشهور هحولها ازاي يا جماعة السنة طبعا عندي 12 شهر انا عندي كم سنة ثلاثة يبقى اضرب التلاثة في اتناشر هيديني 36 زائد الخمسة يبقى ازا هتبقى المدة بالشهور عندي واحد واربعين شهر يبقى ازا هنقول لتصبح 36 عرفته ال36 جات منين برافو عليك انا سامع ابن من ابنائنا الشطار اللي مركزين معانا بيقول لي ضربنا التلاثة في اتناشر اللي هي عدد شهور السنة اه تلقت 36 زائد الخمسة اللي هي موجودة اساسا معانا في المدة يبقى اصبحت المدة كلها نوع واحد كام واحد واربعين شهر يبقى احنا كده ابنائي وابناتي الطلبة اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالسنوات وبحسبها بالسنوات في حالة اختلاف رقم السنوات في التاريخين اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالشهور وقلنا امتى ازاي بحسب المدة بالشهور لما بيكون الاختلاف في الشهور رقم الشهور في الايه في التاريخين امتى بحسب المدة بالشهور وبالسنوات لما لاقي في اختلاف في الشهور وفي السنوات لما اجي اقارن الايه التاريخين ببعض طيب امتى بحسب المدة بالايام ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي بس قبل ما نروح نتعلم ازاي نحسب المدة بالايام هفكركم بشهور السنة اللي احنا درسناها في المرحلة الابتدائية ومش عيب ان احنا نفتكارها مع بعضينا تعالوا نروح نشوف شهور السنة طبعا هنشوف الشهر وكل شهر فيه كم يوم انا عندي شهر يناير اول شهر في السنة 31 يوم شهر فبراير شهر فبراير يا اما بيجي 28 يوم او 29 يوم على حسب السنة اللي معانا زي ما هنشوف بعد شوية ونعرف امتى شهر فبراير بيكون 28 وامتى بيكون 29 بعد شهر فبراير بيجي شهر مارس اللي هو 31 يوم بعد مارس بيجي شهر ابريل اللي هو 30 يوم بعد كده عندي شهر مايو 31 يوم شهر يونيو 30 يوم شهر يوليو 31 يوم شهر اغسطس 31 يوم ودول الشهرين اللي بيجوا ورا بعضهم في السنة 31 قبل كده كنت هتلاقينا ماشيين 30 و 31 لكن الشهرين دول الواحدين اللي بيجوا ورا بعض 31 اللي هما شهر يوليو شهر اغسطس هيجينا بعد كده شهر سبتمبر 30 يوم شهر اكتوبر 31 يوم شهر نوفمبر 30 يوم شهر ديسمبر 31 يوم اللي هو اخر شهر في الايه في السنة يبقى شهور السنة يا جماعة معنا يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يونيو اغسطس ستمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر وقدمنا عدد ايام كل شهر انا يهمني اوي يهمني اوي شهر فبراير اتفقنا ان هو فيه سنوات بيكون فيها 28 يوم وفيه سنوات بيكون فيها فبراير 29 يوم امتى الكلام ده وامتى الكلام ده هو ده اللي هنشوفه بعد شوي تعالوا بقى نروح نشوف امتى بحس بالمدة بالايام وازاي بحس بالمدة بالايام تعالوا نشوف المثال اللي معنا بيقول لي اوضع شخص مبلغ في بنك يبال راجل راح اوضع مبلغ في بنك بتاريخ 5 مارس 2019 يبقى التاريخ ده هو بسميه تاريخ الايداع وسحبه بتاريخ 3 يوليو 2019 احسب مدة الايداع تعالوا نقارن التاريخين ببعض يا شباب هلاقي نفس السنة يبقى دي 2019 ودي 2019 ابص على اليوم هنا واليوم هنا هلاقي فيه اختلاف ابص على الشهر هنا والشهر هنا هلاقي فيه اختلاف يبقى انا عندي هنا الاختلاف في الايام والشهور يبقى في حالة الاختلاف في الايام والشهور في نفس السنة يعني نفس السنة اللي هنا هي اللي هنا يبقى في الحالة دي بحسب المدة بالايام تاني يا شباب يبقى امتى بحسب المدة بالايام في حالة اختلاف الايام والشهور وطبعا الايه السنة نفس رقم السنة اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا ببدأ احسب المدة عندي بالايام لما كنا بنحسب المدة بالسنوات وانما كنا بنحسبها بالشهور او بالشهور والسنوات كنا بنحسب المدة بطريقة رأسية يعني بحط التاريخ الاكبر فوق والاصغر تحت واطرحهم من بعض هنا في حالة حساب المدة بالايام بحسب المدة بالايام بطريقة افقية يعني ايه الطريقة افقية يعني بحط الشهور جنب بعضيها زي ما هنشوف دلوقتي وابدأ اعمل اللي انا هعمله يبقى دلوقتي هشتغل بطريقة افقية بعمل ايه يا شباب فين تاريخ الايداع اللي عندي تاريخ الايداع 5 مارس 2019 باخد شهر الايداع وببدأ بيهن وابدأ امشي بالشهور زي ما احنا اتعلمنا من شوية بحسب ترتيب الشهور اللي احنا حافظينها لحد ماوصل لشهر الايه السحب يبقى ببدأ بشهر الايداع واكتب الشهور زي ما انا حافظها لحد ماوصل لحد شهر السحب واقف على كده زي ماكون انا راكب قطار القطار ده طالع من محطة مارس وهيقف عند محطة ايه يوليو يبقى انا هبدأ اكتب مارس كتبت مارس بعمل ايه في شهر مارس نركز مع بعض شوية يا شباب طبعا احنا متفقين ان احنا هيكون معانا كشكول ومعانا قلم ومعانا قلة حزبة عشان نشتغل مع بعض ونسجل الملاحظات اللي احنا بنقول عليها عشان الموضوع يده سهل عليك بعد كده شهر مارس اللي هو شهر البداية بحسب له يا شباب حاجة اسمها باقي الشهر او المتبقي من الشهر يعني ايه باقي الشهر او المتبقي من الشهر بسعل نفسي سؤال شهر مارس ده كم يوم بالكامل لسه قايلين من شوية ان شهر مارس ده واحد وثلاثين يوم طب فات منه كان فوق فات منه خمس ايام اطرح الرقامين من بعض عشان يطلع لي باقي الشهر او المتبقي من الشهر يبقى باقي الشهر او المتبقي من الشهر ثلاثين ناقص خمسة اللي هي عدد ايام الشهر بالكامل ناقص الرقم اللي موجود هنا طلع باقي الايه باقي الشهر ستة وعشرين هنبدأ باقي نكتب الشهور زي ما احنا حفظينها لحد ما نوصل للمحطة اللي الخطار هيقف فيها اللي هي ايه شهر ايه يوليو بعد مارس بانا اقول زائد بعد شهر مارس ايه برافو عليكي بنت من بناتنا بتقول ابريل ابريل كله كم يوم تمام تلاتين زائد الشهر اللي بعد ابريل ايه مايو مايو كله كم يوم تمام واحد وتلاتين بعد مايو ايه يونيو يونيو كام تلاتين يوم الشهور دي انا بكتبها بالكامل الشهور كله بيبدأ في شهر بعمله في شهر البداية وفي شهر النهاية بعد يونيو يوليو القطرة هيقف معايا على كده يبقى ايزا الشهر الشهر النهاية هو كتبت يوليو طيب يا ترى هكتب يوليو هكتب الرقم بتاعه بالكامل بقولك لا هات الرقم من فوق اكتبه زي ما هو تحت يبقى انا هكتب هنا كام ثلاثة يبقى انا عملت اي يا شباب كتبت شهر البداية وتنتني ماشي بالشهور لحد شهر النهاية شهر البداية حسبت له حاجة اسمها باقي الشهر او المتبقي من الشهر بحسبها ازاي عدد ايام الشهر بالكامل ناقص الرقم اللي مكتوب فوق بيديني باقي الشهر الخمسة دي اسمها عدد اللي يامل ايه الايام الايه اللي فاتت يعني طيب بعد كده كتبنا الشهور زي ما احنا حفظين شهر النهاية جبت رقمه منين جبت رقمه من السؤال حطيته تحت وهبدأ اجمع بقى زي ما تعلمنا في سنة رابعة ابتدائي هنجمع 26 زي 30 زي 31 زي 30 زي 3 حضرتك المفروض معاك الالة الحسبة وبتعمل معايا العمليات الحسابية ربما اكون انا خطأ او حاجة المفروض ان احنا شغالين مع بعض يبقى انا لما اجمع الكلام ده كله هشوف الناتج هيطلع معايا كام لقيت ناتج جمع الكلام ده المدة عندي 120 يوم ابنائي وبناتي احنا ليه حسبنا هنا المدة بالايام لما جيت ابص على التاريخ الاولاني وبص على التاريخ الاولاني لقيت السنة هنا زي السنة هنا لقيت الاختلاف في رقم الايام ولقيت الاختلاف في رقم اليوم ولقيت الاختلاف في رقم الشهر في التاريخ ده والتاريخ ده وبالتالي لازم احسب المدة بالايام حسبت ازاي المدة بالايام حسبت المدة بالايام بطريقة افقية يعني بحط الشهور جنب بعضها مش التاريخ الاكبر فوق والتاريخ الازهر تحت زي ما عملنا قبل كده لا طريقة أفقية يعني بحط الشهور جنب بعضيها بشوف شهر الإيداع أو شهر البداية وشوف شهر النهاية وحط بينهم الشهور زي ما احنا كلنا حفظناها شهر البداية بحسب له حاجة اسمها باقي الشهر أو المتبق من الشهر بحسبها ازاي بحسب عدد أيام الشهر بالكامل من الرقم اللي هو موجود عندي في التاريخ بتاع الإيداع الشهر الأخير بجيب الرقم من السؤال أحطه في الإجابة وبعدين أبدأ أجمع الأرقام اللي معايا تطلع المدة بالإيه بالأيام طيب أعايز ألفت نظر حضراتكم الحاجة لما نيجي نبص هنا هللاقي الشهور اللي أنا كاتبها مفيش فيها شهر فبراير طيب لو قابلتني مسألة موجود شهر فبراير يبقى أنا في الحالة دي هكتب تحت شهر فبراير 28 يوم ولا 29 يوم طيب ليه 28 وليه 29 إزاي بعرفها هو ده اللي هنشوفه دلوقتي يبقى أنا هروح على إحنا ما زلنا في حساب المدة بالأيام هنحسب المدة بالأيام بس في وجود شهر فبراير يعني هيكون معانا شهر فبراير موجود في الإيه في المسألة هنشوف إزاي هنتعامل معاه تعالوا نشوف السؤال اللي معانا السؤال الخامس بيقولي اقترض شخص مبلغ من بنك بتاريخ 6 يناير 2019 طالما بيقولي اقترض بتاريخ يبقى التاريخ ده اسمه تاريخ الاقتراض أو تاريخ القرد يبقى إزا تاريخ الاقتراض عندي كام يا شباب 6 يناير 2019 طالما اقترض الراجل لازم يسدد بيقولي وسدده بتاريخ 16 مايو من نفس العام طالما من نفس العام يبقى إزا رخم السنة اللي هنا هو رخم السنة اللي هنا طب تعالوا كده هلاء اليوم مختلف عن اليوم وهلاء الشهر مختلف عن الشهر يبقى أنا يا شباب عند كلام معاكو زي ما اتفقنا طالما الاختلاف في الايام والشهور يبقى أنا لازم أحسب المدة بالايام إزاي هحسب المدة بالايام هحسبها بالطريقة الافقية اللي احنا اتفقنا عليها تعالوا نشوف إزاي هنعمل الكلام ده طيب في حاجة عايزة أقول عليها لما أنا أجي أكتب بطريقة افقية الشهور جنب بعضيها هكتب طبعا شهر يناير وهتني ماشي بالشهور لحد شهر ايه مايو يناير ايه الشهر اللي بعد يناير فبراير طيب يا طرى فبراير هكتب تحتيه 28 ولا 29 لأن احنا اتفقنا إن فيه سنوات بيكون فيها فبراير 28 وسنوات بيكون فيها فبراير 29 هشوف أنا السنة اللي معانا هل فيها فبراير 28 ولا 29 بعمل ايه يا شباب نركز مع بعض دقيقة باخد رقم السنة اللي معايا باختبر السنة دي بشوفها سنة بسيطة ولا سنة كبيسة واحد يقولي ازاي باختبارها بدخلها معمل الاختبار بتاعي معمل الاختبار عبارة عن ايه؟ عبارة عن أني أنا بأسم الرقم ده على أربعة والأربعة دي سابتة ما بتتغيرس يبقى عشان أعرف إن السنة بسيطة ولا كبيسة فيها فبراير 28 ولا 29 باخد رقم السنة وبأسم الرقم على أربعة في حاجة من الاتنين يبقى تعالوا كده نأسم 2019 على أربعة طلع معايا الناتج كام 504 علامة 75 يعني 75 من مية يبقى لما بأسم رقم السنة يا شباب على أربعة بشوف الناتج يهميني قوي قوي أركز مع الناتج اللي طلع لو الناتج اللي طلع في علامة ورقم وراء العلامة يعني فيه كسر عشري يبقى السنة دي سنة بسيطة فيها فبراير هو الرقم الأقل من كلمة آه من كلمة بسيطة أخذ الرقم البسيط اللي هو الأقل اللي فيها اللي هو كفيها فبراير كام 28 يوم يبقى احنا عملنا إيه يا شباب تاني عشان الحتة دي مهمة لو أنا غلطت في أي مسألة وبدل ما كتبت 28 كتبت 29 هتغلط معايا المدة وهتغلط معايا الفايدة وهتبقى مشكلة فيهميني أركز في الجزئية دي يبقى لما لاقي بيقابني في السؤال شهر فبراير بأخذ رقم السنة وأختبر أختبر رقم السنة بأسم على أربعة لو لقيت الرقم طلع فيه علامة وفيه رقم وراء العلامة يعني الرقم فيه كسر عشري يبقى إذن السنة دي فيها فبراير 28 يوم طيب لأنا لو ما لقيتشي لو لقيت الرقم اللي معايا رقم صحيح يعني 504 بدون الرقم اللي وراء العلامة يبقى إذن السنة دي سنة كبيسة فيها فبراير 29 يوم زي ما هنشوف بعد شوي يبقى إذن اللي عملته ايه دلوقتي عرفت إن شهر فبراير 28 يوم تعالوا بقى نحسب المدة بالطريقة الأفقية اللي احنا تعلمناه شهر البداية عندي كام؟ شهر البداية عندي يناير يبقى إذن هروح أكتب يناير اتفقنا إن احنا شهر البداية بحسب له ايه؟ براو عليكي أنا سامع بنت شطرة من بناتنا اللي امتابعيننا بتقولي بحسب حاجة اسمها باخي الشهر أو المتباق من الشهر طب آه يبقى أنا عايز بقى ابن من أبنائنا يقول لنا إزاي بحسب باخي الشهر عايز أشوفكم مركزين ولا لأ؟ براو عليك بيقولي هنطرح عدد أيام الشهر بالكامل ناقص الرقم اللي هو موجود فوق في التاريخ اللي هو الستة يناير طول عمره 31 يوم 31 هطرح منها الستة يبقى إذن النتج معايا 25 يبقى الخمسة وعشرين دي اسمها باقي الشهر أو المتباقي من الشهر هبدأ أكتب الشهور بتاعتي زي ما أنا حافظها لحد ما أقف عند شهر إيه؟ شهر مايو اللي هو شهر إيه النهايه؟ يبقى أقول زائد بعد يناير إيه؟ فبراير جينا لشهر فبراير هاو يطرح هكتب 28 ولا 29؟ براو عليك هكتب 28 ليه 28؟ لإن إحنا اختبرنا السنة فوق وعرفنا إن دي سنة بسيطة فيها شهر فبراير 28 يبقى أقول زائد 28 هكتب الشهر اللي بعد فبراير اللي هو مارس وطول عمرين عارفين إن مارس 31 يوم بعد كده إبريل إبريل طول عمرين عارفين إنه هو 30 يوم بعد كده شهر مايو وهو ده الشهر اللي أنا هقف عنده وقلنا يا جماعة الشهر اللي أنا بقف عنده بجيب التاريخ الرقم اللي موجود جنب الشهر فوق وانزل هكتبه تحت يعني هكتب كام 16 يبقى شهر البداية حسبتله باقي الشهر شهر النهاية جبت الرقم من فوق وكتبته تحت زي ما هو الشهور اللي في النص بكتب أرقامها بالكامل زي ما احنا كلنا حفظينها حضرتك هستأذنك دلوقتي روح بالقالة الحسبة اجمع 25 زائد 28 زائد 31 زائد 30 زائد 16 وبعد ما تطلع الناتج وتكتبه هستأذنك روح اعمل العملية الحسابية كمان مرة لو لقيت القالة الحسبة ادتك نفس الناتج يبقى حضرتك شغلك صح لكن لو لقيت في المرة الاولانية في استخدام القالة الرقم مختلف عن النتج بتاع المرة التانية يبقى كده في حاجة خطأ لازم تمسك القالة تاني وتعمل مرة تالتة عشان تشوف الصح الرقم بتاع الرقم بتاع النتج الاولاني ولا الرقم بتاع النتج التاني عشان يبقى انت شغلك صحة 100% يلا نجمع مع بعض كده ونشوف الناتج كام تمام المدة طلعت معايا 130 يوم يبقى احنا ابنائنا الطلبة المسألة اللي معانا زي اللي فاتت بالظبط حسبنا فيها المدة بالايام بطريقة افقية كتبنا شهر البداية وكتبنا الشهور زي ما احنا كلنا حفظينها لحد ما وصلنا لشهر النهاية شهر البداية حسبنا له المتبقي وشهر النهاية كتبنا الرقم زي ما هو بس الجديد اللي معانا اني معانا هنا شهر فبراير وعشان اعرف شهر فبراير 28 يوم ولا 29 يوم رحت اختبرت رقم السنة اختبرتها ازاي اسمتها على اربعة لقيت انها تكتلع معايا خمسة واربعة علامة خمسة وسبعين يعني في عندي كسر عشري في الحالة دي بحكم على السنة دي ان هي سنة بسيطة يعني فيها شهر فبراير 28 يوم عشان كده لما وصلنا لشهر فبراير بكل سهولة رحنا كتبنا تحتها 28 يوم طبعا لو انا غلطت وكتبت 29 المدة اللي هتطلع معايا بدل ما هي 130 يوم هكتبها 131 يوم ولما روح احسب الفايدة هقول الف عين في يه اليه اما اجا عوض بدل ما هكتبها 130 هكتبها 131 يطلع معايا رقم الفايدة غلط ولو مطلوب مني الجملة هتطلع معايا الجملة غلط يبقى واحد بس رقم واحد بس غلط معايا حاجات كتيرة قوي فالموضوع ده لازم نركز فيه عشان ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا نحصل على الدرجات النهائية في مادة الرياضة المالية للصف التالي طيب الحالة اللي جاية الحالة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هيكون معانا شهر فبراير وتعالوا نشوف انا مش عايز احرق الكلام اللي هقوله وتعالوا نشوف ايه الجديد اللي هنا بص على المثال ده كده بيقول لي اودع شخص مبلغ في بنك يبقى الراجل راح اودع مبلغ في بنك في اول فبراير الفين وعشرين يبقى اول ما جيت اقرأ المسألة لقيت فيه تاريخ والتاريخ موجود فيه شهر فبراير يبقى هنا برضو هنعمل يا شباب انا عايز اسمع برضو تمام فيه ابن من ابنائنا بيقول لازم اختبر رقم السنة برضو عشان اعرف اذا كان فبراير هنا تمانية وعشرين ولا تسعة وعشرين يبقى بيقول لي اودع شخص مبلغ في بنك اول فبراير الفين وعشرين وسحبه في عشرين يونيو من نفس العام طيب انا هحسب المدة هنا سنوات ولا شهور ولا ايام ولا ايه الوضع بالظبط يا شباب احنا قلنا هنا رقم مثل السنة زي ما هو هنا الفين وعشرين وهنا قال لي نفس العام يعني نفس الرقم والاختلاف هنا اليوم هنا مختلف مع اليوم هنا والشهر هنا مختلف مع الشهر هنا يبقى احنا متفقين مع بعض ان انا هحسب المدة بالايه بالايام بالطريقة الافقية يعني بحط الشهور جنب بعضيها طيب هنا شهر فبراير انا عايز اعرف تمانية وعشرين يوم ولا تسعة وعشرين يوم هروح دلوقتي هختبر السنة اللي معايا هو طبعا بيقول لي احسب مدة الايداع واحنا كده كده عارفين ان المدة المحصورة بين تاريخ الايداع وتاريخ السحب هي ايه مدة الايداع يبقى الوقت هروح اختبر الرقم بتاع السنة اللي هو الالفين وعشرين هختبرها ازاي هاسم الفين وعشرين على اربعة هلاقي الناتج طلع معايا خمسمية وخمسة هل يا شباب فيه هنا علامة وارقام وراء العلامة لا ما فيش يبقى طالعما الناتج طلع معايا ناتج اسمة السنة رقم السنة على اربعة طالما طلع رقم صحيح يبقى اذا السنة دي سنة كبيسة فيها فبراير تسعة وعشرين يوم يبقى احنا اول حاجة عملناها ايه يا شباب اختبرنا رقم السنة اختبرناها ازاي اسمناها على اربعة والناتج قلنا لازم ندرسه كويس قوي لو فيه كسر عشري يبقى دي سنة بسيطة فيها فبراير تمانية وعشرين يوم يعني اخذ الرقم البسيط اللي هو الاقل طب لو لقيت الرقم رقم صحيح زي ما حضراتكو شايفين يبقى اذا السنة دي سنة كبيسة فيها فبراير تسعة وعشرين يوم هنروح بعد كده هنحسب المدة بتاعتنا فين شهر البداية ادي شهر البداية شهر فبراير يبقى ابدأ اكتب شهر فبراير هنعمل ايه شهر فبراير يا شباب عايز حد يقول لي تمام برافو عليكم ها في واحد من الشباب بيقول لي هنحسب باقي الشهر او المدة المتبقية ازاي يا شباب قلنا بنشوف شهر فبراير بالكامل كام بطرح منه الرقم اللي مكتوب هنا طب شهر فبراير بالكامل كام احنا قلنا هنا شهر فبراير معانا تسعة وعشرين يوم هطرح منه كام هو هنا بيقول لي اول معنى ان هو بيقول لي اول يبقى هنا يوم واحد في الشهر يبقى هنا في واحد بس هو كاتبه لي كلمة كده اول عشان يشوفني فاهم ولا مش فاهم يبقى انا دلوقتي هطرح تسعة وعشرين ناقص واحد هيديني كام يا شباب هيديني تمانية وعشرين يبقى اذا التمانية وعشرين دي اسمها باقي الشهر اول متبقي من الشهر يبقى انا تسعة وعشرين ناقص واحد كام تمانية وعشرين هعمل ايه تاني يا شباب هتنى ماشي بالشهور لحد ما اقف عند شهر ايه يونيو ودي اخر محطة في الايه بيقف فيها القطار اللي معانا يبقى بعد فبراير هقول زائد مارس مارس هنكتب ايامه بالكامل 31 يوم زائد ابريل 30 زائد مايو 31 زائد يونيو بنعمل ايه في يونيو يا شباب ها عايزة شوف برضو الناس مركزة ولا لا برافو عليك يا ابني ممتاز ها قال لي بنجيب الرقم من فوق ننزل بيه تحت زي ما هو ها دي العشرين ها هنبدأ نجمع يلا بالقالة الحسبة كده اجمع لي 28 زائد 31 زائد 30 زائد 31 30 زائد كام زائد 20 يلا اقول لي الناتج كام كده ها شوف الناتج اللي انا هطلعه زي الناتج اللي حضرتك طلعته ولا لا هنقول بيساوي ها كام 140 يوم يبقى حضرتك لو طلعت نتج الجمع 140 يبقى انت صح طلعته غير كده اعمل العملية الحسابية كمان مرة عشان تشوف الناتج الصح ايه ابنانا وبناتنا ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي قابليها في المسألة اللي معانا نديني شهر فبراير وشهر فبراير هنا جاي مع سنة 2020 فروحنا نختبر سنة 2020 لقينا ناتج الاسم رقم صحيح مفيش اي كسر عشري وبالتالي قلنا ان السنة دي سنة كبيسة فيها شهر فبراير 29 يوم رحت حسبت المدة بتاعتي بالطريقة اللي احنا تعلمناها الطريقة السهلة الجميلة اللي هي الطريقة الافقية شفت شهر البداية وكتبته وحسبت له المتبقي من الشهر حسبت طبعا انا عندي شهر فبراير عرفنا ان السنة كبيسة يعني فبراير 29 يوم قلنا 29 ناقص عشان بيقول لي اول فبراير يعني معناها واحد فبراير طرحنا قلنا 29 ناقص واحد طلع باقي الشهر كام 28 يوم وبدأت اكتب الشهور زي ما حفظنا لحد ما وصلنا لشهر يونيو لما وصلنا لشهر يونيو جبنا الرقم اللي فوق في السؤال كتبناه تحت شهر يونيو فوق مكتوب جنبيه 20 نزلنا بيها كتبناه 20 جمعنا الارقام اللي قدامنا زي ما تعلمنا في المرحلة الابتدائية طلعت معنا المدة بالايام يبا هنا عندي المدة ايه 140 يوم يبا احنا ابنائي وابناتي الشق الاول من الحلقة اتفقنا ان احنا هنتعلم ازاي نحسب المدة بالتاريخين اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالسنوات وقلنا امتى بنحسب المدة بالسنوات لما بلاقي الاختلاف في رقم السنوات في التاريخ ده عن التاريخ ده رحنا اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالشهور وقلنا ان احنا بنحسب المدة بالشهور لما لاقي الاختلاف في رخم الشهور الشهر هنا ورخم الشهر هنا اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالشهور وبالسنوات وامتى بحسبها بحسبها لما بلاقي فيه اختلاف في الشهر هنا عن الشهر هنا واختلاف فيه السنة هنا عن السنة هنا وفي التلات حالات بنحسب المدة بطريقة رأسية يعني بحط التاريخ الأكبر فوق والتاريخ الأصغر تحت وبطرح طرح الطرح العادي اللي احنا كلنا عارفينه بتطلع معايا المدة سواء كانت سنوات أو شهور أو سنوات وشهور بعدها اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالأيام وجبنا تاريخين مفيش فيهم شهر فبراير وحلنا المسألة بكل سلاسة حسبنا المدة بطريقة أفقية كتبنا الشهور جنب بعضيها بعد كده يا شباب اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالأيام وكان معانا شهر فبراير والسنة بسيطة بعد كده اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالأيام وكان معانا شهر فبراير والسنة كبيسة وقلنا في البسيطة بيكون فبراير 28 في الكبيسة بيكون فبراير 29 فيه جزء تاني بسيط لازم نعرفه واحنا بنحل مسائل الرياضة المالية يا جماعة هلاقي في كل مسألة فيه رقم جاب بيه علامة فيلمية وقلنا ده اسمه المعدل لما اجا بص جنب المعدل يهميني اوه اشوف ايه اللي مكتوب جنب علامة فيلمية هلاقي ان فيه مسائل فيها المعدل سنوي يعني ايه معدل سنوي يا جماعة هو معدل مكتوب جنبيه كلمة سنويا زي كده هلاقي مثلا مسألة في نصطها كده او في اولها او اخرها مكتوب بمعدل 12% سنويا كلمة سنويا بتخليني اسم المعدل ده انه هو معدل ايه سنوي طيب في مسائل هلاقي فيها المعدل مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا مكتوب جنبيه رقم الرقم ده اقل من سنة يعني الرقم ده عبارة عن جزء من السنة عشان كده بنسمي المعدل ده معدل جزئي يبقى ايه هو المعدل الجزئي هو معدل مكتوب جزء من السنة بجانب علامة فيلمية يعني زي كده المعدل مثلا لقيه 7% كل مش مكتوب هنا كلمة سنويا يبقى ده مش بتاع سنة كاملة ده بتاع جزء من السنة يبقى هنا كل نص سنة كل 4 شهور كل 3 شهور وكل دي أجزاء من السنة فعشان كده المعدلات دي بقول عليها معدلات جزئية يبقى في عندي معدل سنوي معدل جزء المعدل السنوي هو اللي مكتوب جنبيه كلمة سنويا المعدل الجزئي هو اللي بيبقى مكتوب جنبيه جزء من السنة ممكن يكون نص رابع ثلث ستس أو مكتوب رقم جنبيه شهور كل دي معدلات ايه يا جماعة معدلات جزئية طيب لما بلاقي المعدل اللي في المسألة معدل سنوي يبقى هنا المسألة دي ما فيش فيها اي مشكلة بروح احسب الفايدة او الجملة او المطلوب مني بالايه بالمعدل اللي موجود يبقى اذا كان المعدل في السؤال سنويا لا توجد اي مشكلة امتى بكون المشكلة لو كان المعدل معدل جزئي في الحالة دي بعمل ايه ما ينفعش احل المسألة بالمعدل الجزئي لازم اروح احول المعدل الجزئي الى معدل سنوي ازاي بحول المعدل الجزئي الى معدل سنوي هقول المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي اللي موجود في عدد مرات استحقاق الفايدة يعني الموظف ممكن يحسب لي الفايدة كم مرة في السنة دي اسمها عدد مرات استحقاق الفايدة طب المعدل جزئي موجود في السؤال عدد مرات استحقاق الفايدة دي بجيبها منين بجيبها من صيغة السؤال يا شباب بصوا معايا كده لما لاقي المعدل مكتوب جنبيه كل نص سنة والنص مكتوبة كلمة أو مكتوبة في شكل بسط ومقام الرقم اللي تحت ده هو اللي هو المقام ده هو ده اسمه عدد مرات استحقاق الفايدة يبقى الموظف اللي في البنك لو بيحسب الفايدة كل نص سنة يعني كل ست شهور يبقى يعسبها لي مرتين في السنة يعني أنا لو ليه أي حد من أقاربي ساكن في محافظة بعيدة وبزوره كل نص سنة يعني بروح له كم مرة في السنة مرتين يبقى أنا بسهل عليك بقولك لما تلاقي جنب كلمة كل بسط ومقام خد المقام وهو ده اسمه عدد مرات استحقاق الفايدة طب لو بيقولي كل ثلث أو ثلث سنة مكتوبة كده يبقى عدد المرات عندي هنا ثلاثة خدنا المقام هنا هناخد المقام أربعة هنا هناخد المقام ستة يبقى إذن من المقامات اللي تحت بناخد الرقم اللي هو اسمه عدد مرات استحقاق الفايدة ممكن ما تجيش كده ممكن ما تجيش في شكل بسط ومقام ممكن تجيلي جنب المعدل مكتوب رقم بالشهور في الحالة دي بعمل ايه يعني هنا بيقولي المعدل اهو مش مكتوب سنوي مكتوب كل ست شهور يبقى ده معدل جزء يعني عن جزء من السنة طب عايزة عرف عدد مرات استحقاق الفايدة بعرفها ازاي هقسم 12 على 6 الـ 12 دي اللي هي ايه اللي هي عدد شهور السنة يبقى لو قسمت 12 على اي رقم من الارقام دي هيديني عدد مرات استحقاق الفايدة يعني 12 على 6 في هالكام في هالتنين يبقى هنا الفايدة بتستحق مرتين في السنة 12 على 4 3 12 على 3 4 12 على 2 ما هو بيقولي شهرين 12 على 2 6 12 على 1 في هالتناشر يبقى كل دي اسمها عدد مرات استحقاق الفايدة طب تعالوا ناخد كده مثال ونشوف ازاي بنحاول المعدل الجزئي المعدل سنوي بيقولي ايه اذا كان المعدل 4.5% كل نص سنة احسب المعدل السنوي هو المفروض هنا فيه علامة في المية يبقى هنا 4.5 كل نص سنة يبقى المعدل الجزئي عند 4.5 كل نص سنة انا هتخيل ان النص بتكتب 1 على 2 هاخد الرقم اللي تحت اللي هو الاتنين يبقى عدد استحقاق الفايدة اتنين هاضربها في كام يا شباب في 4.5 يديني المعدل السنوي 9% او يبقى المعدل السنوي يساوي المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق الفايدة المعدل السنوي اللي هو 4.5 ها الاتنين دي جبتها منين جبتها من كلمة نصف النصف بتكتب 1 على 2 خط الرقم اللي تحت يبقى 2.4.5 بكام بتسعة في المية سنوي يبقى ايوة يبقى انا كاتب لك هو بقول لك خد بالك النصف ايب تكتب 1 على 2 ها نص جنب ايوة يبقى احنا خدنا ايه من المقام خدنا رقم 2 اللي احنا ضربناها في ايه في 4.5 فيه معايا مثال تاني هوا برضو بيعلمنا ازاي نحاول المعدل الجزئي لمعدل سنوي بيقول لي اذا كان المعدل 2.5 هنا برضو المفروض فيه علامة في المية مكتوبة 2.5 كل شهرين احسب المعدل السنوي المعدل الجزئي معايا 2.5 عدد مرات استحقاق الفايدة طبعا احنا اتفقنا كل شهرين طبعا هنا مفيش بسط ومقام بقى احنا هنضرب هنقسم ال 12 اللي هي عدد شهور السنة على 2 اللي هي الشهرين دي هيديني 6 يبقى المعدل السنة ومجهول عدد المرات بتساوي 12 على 2 بتساوي 6 مرات هروح احسب المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق الفايدة يبقى انا هضرب دي 2.5 في 2 طبعا هي معمولة هنا 4.5 في 2 بتسعة ولو 2.5 في 2 هتبقى 5% سنويا ابنائي وبناتي النهاردة موضوع الحلقة كان عبارة عن شقين الشق الاولاني اللي هو حساب الزمن اللي هو حساب المدة بين تاريخين اتعلمنا ازاي نحسب المدة بالسنوات اتعلمنا ازاي نحسبها بالشهور اتعلمنا ازاي نحسبها بالايام اه في حالة عدم وجود شهر فبراير وفي حالة وجود شهر فبراير والسنة بسيطة وفي حالة وجود شهر فبراير والسنة كبيسة الشق التاني من الحلقة كان عبارة عن المعدل السنوي والمعدل الجزئي وقلنا المعدل السنوي ده معدل بيكون عن سنة كاملة بلاقي رقم المعدل مكتوب ومكتوب جنبيه علامة فيلمية وجنب علامة فيلمية كلمة سنويا يبقى ده معدل سنوي لو لقيت المعدل مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا ومكتوب رقم والرقم ده عبارة عن جزء من السنة ست شهور أربع شهور ثلاث شهور يبقى ده معدل جزئي لما يكون المعدل سنوي ما فيش اي مشكلة لما يكون المعدل جزئي بيكون هنا المشكلة لازم اروح الاول احول المعدل الجزئي لمعدل سنوي ازاي بقول المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق الفايدة في السنة الوحدة والوقت معاكو بيمر بسرعة وان شاء الله بإذن الله يشرفنا ان احنا ان انتوا تتابعوا حلقاتنا باستمرار عشان احنا هدفنا ان احنا نجيب درجة نهائية في المعدل اشكركم على حسن المتابعة واشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله مع تحياتي وتحيات قصرة البرنامج الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته